بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتابع في مقرر الرياضة المالية الوحدة الحادي عشرة القيمة الحالية للدفعات طبعا بفائدة مركبة يمكن احتساب القيمة الحالية للدفعات بفائدة مركبة من خلال الصيغة الرياضية PVAR تساوي PMT في واحد ناقص واحد زائد R للقوة ناقص مقسومة على R حيث PVAR القيمة الحالية لدفعة عادية present value to annuity regular هي القيمة الحالية لدفعة عادية PMT مبلغ الدفعات الدوري وطبعا احنا بينا شو معنى الدفعة وشو معنى مبلغ مبلغ الدفعة الدوري R معدل الفائدة أو الخصم الدوري طبعا الفائدة المركبة N الزمن بالدورات لاحظ الدفعة تتحقق دوريا معدل الفائدة دوري الزمن بالدورات لا بد من توحيد وحدة الزمن في هذه الثلاث معطيات المبلغ اذا كان سنوي لا بد ان يكون المعدل سنوي الزمن سنوات اذا كان المبلغ شهري مثلا المعدل لا بد ان يكون شهري والمدة بالاشهر وهكذا فلا بد من توحيد وحدة الزمن في الثلاث معطيات المبلغ والمعدل والزمن بالدورات مثال خصم شخص مجموعة من الكمبيالات المتساوية من حيث القيمة الاسمية البالغة خمس آلاف ريال تمام اذا عندي خمس كمبيالات متساوية من حيث القيمة الاسمية القيمة الاسمية كم تبلغ تبلغ خمس آلاف ريال معدل الخصم عشر بالمية سنويا علما بان هذه الكمبيالات مجدولة واحدة في نهاية كل عام ولمدة خمس اعوام يعني عندي خمس اعوام في نهاية العام الاول كمبيالي تستحق بقيمة خمس آلاف في نهاية العام الثاني كمبيالي قيمتها خمس آلاف في نهاية العام الثالث خمس آلاف في نهاية العام الرابع وفي نهاية العام الخامس إذن دفعة متساوية منتظمة مبلغها الدوري 5000 ريال سنويا خصمت خصمت يعني حسبت القيم الحالية لجميع الكمبيالات اليوم تمام واستبدلت بقيمة نقدية يعني بدل 5000 في السنة الأولى 5000 في السنة الثانية 5000 في الثالثة 5000 في الرابعة 5000 في الخامسة خصمت واستبدلت بقيمة حالية مبلغها نقدي ويدفع فورا في الزمن الحالي المطلوب احسب القيمة الحالية لهذه الكمبيالات مجتمعة مثل ما بينا في الرسم المطلوب هو معرفة المبلغ النقدي الحالي الذي يحصل عليه الشخص الذي قام بخصم هذه الكمبيالات الخمسة حل المثال 25 بداية نتأكد من المعطيات أنها متوافقة PMT 5000 ريال سنويا R 10% أيضا سنويا و N 5 سنوات حينئذ نستطيع تطبيق الصيغة الرياضية وهي PVAR تساوي PMT PMT معانا تساوي 5000 في 1 ناقص 1 زائد 5% للقوة ناقص 5 5% اللي هي R و ناقص 5 اللي هي ناقص N تمام فبالتالي هذا هو التعويض هذا هو التعويض في الصيغة صيغة القيمة الحالية لدفعة عادية نلاحظ قبل الاستمرار بأن المقدار 1 زائد R للقوة ناقص N 1 5% للقوة ناقص N هذا المقدار هو عبارة عن قيمة جدولية في جدول القيمة الحالية لريال 1 تحت معدل 10% ومقابل 5 دورات سبق تعرفنا على هذا الجدول أو طبعا بالإمكان أيضا نقول أن 1 زائد 5% هي مقلوب القيمة الجدولية للقيمة المناظرة في جدول جملة ريال 1 طيب إذا رجعنا إلى جدول القيمة الحالية لريال 1 هذه R وهذه N تحت 10% ومقابل 5 دورات سنجد القيمة الجدولية فاصلة .60921 هذه القيمة تحت 10% مقابل 5 دورات في جدول القيمة الحالية لريال 1 اللي بعطيني المقدار 1 زائد R للقوة ناقص N وسبق وتعرفنا على هذا الجدول طيب 1 ناقص فاصلة 6 بيعطيك فاصلة 379 إلى آخره اقسمها على 10% الناتج هو 3.79079 نضربها بال5000 ونحصل على الناتج طبعا استعمال جدول القيمة الحالية لريال أو جدول جملة ريال اللي بعطيني مقلوب هذه القيمة تمام وبالتالي باخذ 1 على فاصلة 6 من 1 على عفوا 1 على القيمة الجدولية الموجودة في جدول جملة ريال فبحصل على فاصلة 6.2 يعني لو رحنا على جدول جملة ريال R N تحت 10% ومقابل 5 دورات سنجد قيمة هاي القيمة لو أخذنا 1 عليها سنحصل على فاصلة 6.2 0 9 2 1 يعني هاي طريقة ثانية لإيجاد القيمة 1 زائد 5% للقوة ناقص 5 تمام إذن بتعويض هذه القيمة في القانون منحصل على 1 ناقص فاصلة 6.2 مقسومة على 10% النتيجة منحصل على 3.79 مضروبة في 5000 القيمة القيمة 3.79 3.79 هذه القيمة حصلنا عليها بالقيام بعدد من الخطوات وطبعا استعملنا جدول القيمة الحالية لريال واحد أو جدول جملة ريال واحد هناك طريقة أسهل للحصول على هذه القيمة وهي طريقة استعمال جدول القيمة الحالية لدفعة عادية حيث هذه القيمة هي عبارة عن قيمة جدولية في جدول القيمة الحالية لدفعة عادية مبلغها 1 ريال هذه القيمة محسوبة جاهزة تمام؟ طيب إذن لاحظ أن القيمة 3.79 يمكن الحصول عليها بطريقة أسهل إذا توفر لدينا جدول القيمة الحالية لدفعة عادية مبلغها 1 ريال تحت المعدل 10% ومقابل الزمن 5 دورات هذه 10% ومقابل الزمن 5 دورات لاحظ القيمة التي حسبناها 3.79 موجودة جاهزة في هذا الجدول جدول القيمة الحالية لدفعة عادية مبلغها 1 ريال واحد